السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقس بالمغرب فإن شاء الله سوف نقدمكم آخر تحديد النماذج العالمية وكذلك سوف نقدم لكم المدينة المانية إن شاء الله فما زال التوقع التابتة بحول الله فنسأل الله التبات ولا تنسوا دعمنا باللايك ومشاركة الفيديو مع أستيقائكم وشكرا لكم وبالنسبة كذلك اليوم الخميس إن شاء الله فأمن المرتقب بإذن الله أن تكون أجواء مستقرة مع تقدم كما قلنا منخف الجو أطلسي الأمطار مهمة على الملكة وكذلك تساقطات تلجية وتثكون بعد تساقطات المطرية تطابعة سوف نقدم لكم إن شاء الله المدن المانية بالتفصيل بالنسبة لفترة مسائية ستكون أجواء كذلك مستقرة إلى قلة سعوب مع تقدم كما قلنا منخف الجو أطلسي سيؤدي الأمطار مهمة في الأيام القادمة لآخر تحديد النماذ العالمية فالمرجم مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق والمدن المانية بالتفصيل إن شاء الله وبالنسبة لي يوم الجمعة بإذن الله فيتوقع أن تبقى بعض تساقطات المطرية الضعيفة والمتفرقة على أجواء نسبيا غائمة مع تقدم كما قلنا هذا المنخف الجو الأطلسي سيدخل إلى الملكة إن شاء الله وبالنسبة لي يوم سيستبدأ أجواء غائمة فوق المرتفعات الأطلس مع احتمال بعض تساقطات المطرية على مراكش وكذلك المطار ضعيفة نسبيا بالنسبة ليوم الأحد إن شاء الله 23 يناير فيتوقع أن تكون أجواء غير مستقرة وبدأت أثير هذا المنخفض وسيؤدي بذلك على لبات تساقطات المطرية على التازة وفاس وكي كوطة الحاج وميدلت وابن ملال وتبينت مع تساقطات تلجية بالنسبة إن شاء الله كذلك إن شاء الله اليوم 22.24 يناير بإذن الله يتوقع بإذن الله استمرار كذلك التقص الغير مستقر مع احتمال تساقطات المطرية إن شاء الله على عدة مناطق من الملكاء خصوصا في فترة الصباحية من يوم الثلاثة فيتوقع أن تكون أجواء غائمة على وجده وأجواء كذلك غير مستقرة مع احتمال تساقطات المطرية على وجده وبركان والنظر بإذن الله وتازة وتوريت وفاس وكذلك أمطار جد عاصفة قد تكون عاصفية على أطلحاج وسديب النور والوالدية والجديدة واليوسفية من قريل وسديب عجمان مراكش وخمسود الحاج والصويراء بإذن الله ستكون بعض تساقطات المطرية المهمة إن شاء الله على قلمي وقد تصل حتى العيون بعض تساقطات المطرية مع استمرار الأمطار الخير في فترة المسائية على عدة مناطق وعدة مدر من المكاء كما تلاحظون إخواني أعزاء والمدر المعنية إن شاء الله فهي ابن سليمان الداربيداء والرماني والمس وإفران ومكناس وفاس وكذلك أمطار حاضر على خريبة أمطار قد تكون دات طابع عاصفي على سطاة وكذلك قريش بمحمد وصديب النور الوالدية والجديدة والداربيداء وابن ملال وميدلت بإذن الله مع تساقط التلجية اللازود شيخوا ميدلت وكذلك أمطار حاضر على أقل على استراغن سديب وعشمال أقدير بعشيب ومراكوش وكذلك الشيشا وبإذن الله وأكيمدن أوزميز إيمان جانوت وأيد داود والصويراء بإذن الله ومزود الحاج وأقدير وتيرودانت وأيتباه هوتا كذلك تيزنيت وأيغرم وصدي إفنوا أمطار حاضر إن شاء الله على تافره بالنسبة لباقي المرات الأخرى أجواء ستكون نسبة غائمة إلى قليلة سعب بالنسبة ليوم الأربعة أجواء ستوفى تكون غير مستقرة كذلك على الجنوب الشرقي المحكمة من البعض تساقطات المطرية نسبة أن تبقى ضعيفة ومتفرقة عقص الشمال المملكة بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله والجمعة فيحتمل أن تكون أجواء ستوفى